لم تخسر العاصمة بغداد خلال العشر سنوات للماضية تذيولها الاحصائيات العالمية لتحتل المركز ما قبل الاخير في بيانات معهد الفكر الدولي لاقتصاد والسلام في تصنيف العواصم الاقل امانا للعيش من بين 163 عاصمة شملتها الدراسة الواقع العراقي المرير الذي نعيش فيه منذ 17 عام هو ليس بحاجة الى احصائيات ولا الى مراكز بحثية ولا الى خطوات استقصائية او احصائية الوضع مزري امنيا خدميا سياسيا ارباك وانحدار في المشهد العراقي ما كدنا نخلص من المشكلة الا وظهرت اخرى انتهت القاعدة الميليشيات الداعش الخلاف السياسي الان الوضع في العراق مو بس مربك مربك ويدعو الى القلق الشديد لان مستوى الامان في البلد غير مستقر اقتصرت هذه الاحصائيات على بغداد في حين يؤكد مراقبون ان 15 محافظة عدى اقليم كردستان قد لا تختلف عن العاصمة بسبب انتشار السلاح والميليشيات والارهاب اعادة تصفير هذه المؤشرات واعطى مؤشرات حقيقية عن الواقع الاقتصادي العراقي وعن واقع الموارد البشرية الذكية لدى العراق لكن بالمقابل التي لم تستثمر في احداث ثورة تنموية صحيحة وسليمة تحقق الاستقرار وتوفر فرص العمل وكذلك تعطي مؤشرات للنمو الاقتصادي الطبيعي المفارقة ان العاصمة بغداد تعتبر الاصغر مساحة جغرافية والاكثر اقتضاظا بالسكان بعدد تجاوز العشرة ملايين نسمة وتتركز فيها مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي والامنية فيما تعتبر الاسوأ في كل القطاعات الخدمية والامنية مراكز الدراسات المحلية اشارت الى ان التقاطعات بين الحكومة الاتحادية والادارة المحلية في بغداد وعسكرة المدينة بعد عام 2003 كان العامل الابرز في ان تكون دار السلام هي اسوأ عاصمة خلال السنوات الماضية عمار مهر المملكة بغداد